الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم في هذا الدرس عن الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة ومن أنكره كفر وسنتكلم في هذا الدرس عن العناصر الآتية عن معنى الإيمان بالكتب ثم نذكر الأدلة ونبين الحكمة من إنزال الكتب ونعدد الكتب المنزلة ثم بعد ذلك نتكلم عما اختص به القرآن الكريم معنى الإيمان بالكتب معنى الاعتقاد الجازم بأن لله تعالى كتباً أنزلها على أنبيائه ورسله فمنها ما عرفناه ومنها ما لم نعرفه كما سيأتي وأنها حق وصدق فهي حق من عند الله تعالى وليست مفتراه وما جاء فيها من الشرائع والأخبار فحق وهو أيضاً صدق فالأخبار مطابقة للواقع والأحكام المنزلة فيها تصلح معاش الخلق ومعادهم وأنها كلام الله حقيقة تكلم الله عز وجل بها فمنها المسموع من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري ومنها ما كتبه الله تعالى بيده الأدلة على الإيمان بالكتب نقلية من الكتاب والسنة قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الحكمة من إنزال الكتب أنزل الله تعالى الكتب رحمة بعباده لحاجة البشرية إليها لأن عقل الإنسان محدود لا يدرك تفاصيل الخير والشر النفع والضرر ولأن العقل البشري تغلب عليه الشهوات وتلعب به الأغراض والأهواء فلو وكلت البشرية إلى عقولها القاصرة لظلت وتاهت فأنزل الله تعالى الكتب لهداية الناس لإصلاح أحوالهم في معاشهم ومعادهم الكتب المنزلة وحكم الإيمان بها من الكتب التي أخبرنا الله تعالى بها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والإيمان بها يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فهذا يشمل المذكورة وغيرها مما لا نعرفه فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والقرآن على محمد وذكر صحف إبراهيم وموسى فالإيمان بها يكون إجمالا وأما الإيمان بالقرآن الكريم فإنه يكون مفصل يكون بالإقرار به بالقلب واللسان واتباع ما جاء فيه ومما ينبغي التنبه إليه أن الإيمان بالكتب الموجودة بين أيدينا الآن أعني التوراة والإنجيل يكون على الإجمال فنؤمن في الجملة بأن أصل الكتب منزل من عند الله سبحانه وتعالى وأما ما فيها من محتوى فإن وافق ما لدينا في القرآن والسنة قبلناه وإن خالف رددناه وإن لم يرد فيه نفي ولا إثبات فإننا نتوقف فيه وأما ما اختص الله تعالى به القرآن الكريم فإن الله عز وجل قد اختصه بالحفظ وصلاحه لكل الأجيال في كل الأزمان ووظيفة القرآن لا تنتهي إلا بنهاية الحياة على الأرض قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وفي هذا القدر كفاية والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد ترجمة نانسي قنقر